اشتركوا في القناة وشيخ المؤرخين تعال أيها الغلام الصغير أمرك شيخي الجليل قد انتهيت من حفظ القرآن الكريم وأرى فيك ذكاء وقدرة على الفهم الحمد لله يا شيخي وأنا أريد أن أتحدث إلى أبيك في موضوع يخصك فأبلغه كي يحضر هنا غدا أمرك شيخي ما الأمر أيها الشيخ الجليل فلقد أخبرني ولدي هذا أنك تريدني في موضوع ما خيرا إن شاء الله حسنا بشرك الله بالخير ولدك هذا أعطاه الله ذكاء واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم وأنا أنصحك أن تذهب به إلى الإمام التبري كي يتعلم علم تفسير القرآن الإمام التبري إنه من كبار علماء التفسير لقد صنف كتابا ضخما في تفسير القرآن الكريم وهو من أكبر كتب التفسير التي عرفتها أتقصد كتاب تفسير الطبري؟ بالطبع هو حسنا بارك الله فيك أيها الشيخ هيا يا بني إلى مجلس الإمام الطبري هيا إن الإمام التبري لديه علم غزير خاصة في التفسير والحديث والتاريخ والفق والقرآة وأنا تعلمت بهم الكثير والكثير من بالباب؟ إنه أنا يا أبي أخبرني كيف حال الإمام التبري؟ بخير يا أبي لقد انتهى من تصنيف كتاب جديد يتناول التاريخ منذ بدء الخليقة وهبوط سيدنا آدم إلى الأرض كما يتناول قصص الأنبياء والأمم السابقة بالإضافة إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلافة الإسلامية يا للعجب جمع فيه كل هذا لابد أنه كتاب ضخم لقد بذل الإمام الطبري جهدا كبيرا في جمعه وكتابته بارك الله في الإمام الطبري كم يتعب من أجل خدمة الإسلام والمسلمين كم أتمنى أن أصير مثله عندما أكبر إذن عليك بالجد والاجتهاد وكثرة المذاكرة وطلب التوفيق من الله عز وجل بارك الله فيك يا بني بارك الله فيك يا أبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة